اشتركوا في القناة الاريين يعرفوا بهذه عملية احتيال ولكن ما رامش عارفين كيفاش تمت هاد العملية تال احتيال هي نوعا ما معروفة عند الاقتصاديين وكملاحظة يعني راح نشرحوها باش انت مطحش فيها مشي باش لربما كعين بعض الاشخاص راح تجيهم افكار شيطانية ولا ويبدا يتعامل بها مع اصحابه ولا مع جيرانه وتكبر الحكاية هذي يعني في رأسه صح هذي عملية الاحتيال اللي قام بها الخالفة ولا الوعد الصادق اسمها هارم بونزي نسبة الى واحد ايطالي قام بعملية احتيال نفسها وكان اسمه بونزي هذا ما كان على ويش تحتمد هالطريقات الطريقات تحتمد على انه تجيب اكبر ناس طماعين كيفاش نفترضو جي مواطن عكدايا يروح لثلاثة اصحابه ولا خمسة يحضر معهم يطلب منهم مبالغ صغيرة قال اطيني عشر ملايين عشر ملايين عشر ملايين نوظفهم لك مدة شهر برك وتعطيلوا كيفاش راح توظفهم له منه اعلى شهر نرجع لك ثلاثين بالمئة فايدة ثم رجع لك العشر ملايين تاعك ونزيد لك الثلاثة ملايين نسبة تعفائدة يعني مرتفعة جدا اي واحد يقبل بها وما لاهم يجيبوا لك هذو كل عشر ملايين عشر ملايين عشر ملايين انت واش تدير تروح تشد هذو كدراهم مدة شهر ما تختم بهم والو ما والو وتعود ترجع لها تقولهم هاك مدراهمكم تكون عندك شوية احتياطات هاك تراهمك وهاك ثلاث ملايين تاعك الفايدة هو يفرح يدير فيك ثيقة يقول لك وما لا تستطيع تعفائها يعني كما يقول لك الدجاجة التي تبيضه ذهبا تقولوا تحب نعاود ان نشغل لك دراهم هذو كامل نروح نشغلهم لك وتحب تزيد تجيب دراهم واحد اخرين مدخارات تاعك ولا تسلف ملايين عن تصحابك يا والديراني هنا هو الشي يدير في البلاس يعاود يا ذك 13 مليون تاعه هذيك ولا ربما يزيد يروح للدار يجيب دراهم من عند المرة انتاعه يجيب الذهب يسلف من عند صحابه من عند خوه وبعد الحكايات بدأ تمشي يحضر من صاحبه يحضر الجاره يحضر الناس وانت أيضا تتمشى تغدوا ان شاء الله تزيد روح الناس واحد اخرين بعد اللي كانوا ثلاثة مثلا راح يزيدوا يجوك عشرة جدد ولكن هذو العشرة جدد النسبة على الإقناع انتاحهم هي سهلة لاش عندك شهود تقولوا روح لفلان يكونوا كامل جيران قال روح لفلان المرة اللي فتاة وطانية عشرة رجحت له ثلاثة ايا ومبعد هذه القاعدات بدأ تزيد وما لا انتا وش تبدأ تدير انتا يا ما عندك لا استثمارات ماك مخدم دراهم ما ولو ونقولوا شتا هذا الوعد السادق ولا الخالفة ولا ما عندوش استثمارات ولا مخدم دراهم لا لا يجوه عمالة اجدد يشد عليها مدراهم ومبعد يعطي الفوائد للناس القدم هذا ما كان يعني ببسطة نشرحوها زعمارة ما عندك ثلاثة لولين طاولة كمية مية 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 ميات مليون وطيت لهم نسبة تحفائدة ثلاثين 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 مليون منا على شهر يجوا يقولوا لك اعطينا دراهمنا انتا روح لك جبت عمالة اجدد هم ولو عشرة هذو العشرة جدد كامل طاولة كمية مية 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 مليون روح لك صدرت مليار انتا ترجع الدراهم بتاع القدم بتاع جدد ما تديروالو ومبعد هنا رح سيتك تسب ثيقة وهذوك الراهم كامل رح يولو طماهن مكاش اللي مثلا ترجع له دراهم ويروح خلاص يحطهم فالبونكا ولا يخليهم فالدار كامل يعفضوا يرجعهم لك يطمع في فائدة اكثر والقاعدة الجماهيرية تعكرا يتزيد الشهر هذا كنت مقنع مثلا عشرة الشهر الجاي رح يقنعوا مية جدد وانتا هذو كن مية جدد رح غير شديت عليهم الدراهم تقولهم الشهر الجاي والاشهرين الجايين رح نعطي لكم الفائدة منا على شهرين قسم هذه يوصل الوقت باشترجع لهم ودراهمهم رام يكونوا الف وحدة اخر سمعوا بك وما لا وتبقى هذه عليها يسموها هارم كل المرة القاعدة يزيد تكبر بعد اللي كانوا ثلاثة شهر الجاي يقنوا مية ومبعد يقنوا الف ومبعد يقنوا عشرة الاف ومبعد يقنوا عندك العشان ما تقدرش يعني توصل الوحد درجة يقنوا عندك اموال كبيرة تدخل وهذا هو الشي اللي كان يقوم به الواحد السادق وهذا العملية احتيال في العالم المصير التحم تقريبا كامل هي السوقوت لانه جاي وقت وين يطيح علاج معلولي يكون مارح وش معروف وكين شوية نص طمعين ولكن كل ما يبدأ يزيد يكون على مستوى محلي وبعد يبدأ يروح على مستوى المدينة هذي كون بعد يولي على مستوى البلاد كامل يسمعوا به ثم تبدأ شوكوك المصير الحل الأمنية كين اللي تبدأ تشك وتبدأ تدير في التحقيقات والناس كين ناس ما رامش طمعين وكين ناس فاهمين ولا وسائل الإعلام تبدأ تحتر عليه أي كين بعض الأشخاص تبدأ تشك القاعدة هذي كتاعة ما تبقاش تكبر هي لانه القاعدة تاكي لازم دايما تكبر لانه دايما رام كين الناس يبدأ ويطالبوك بفوائد مرتفعة وكين بعض الأشخاص يجي طالب بالأصل انتلقى عيده هذي كذا بدأت تكبر بزاف وأيضا كين ناس يبدأ ويشك ويجي يقول لك عطيني الأصل لعلي الأموال انتلقى اهنا السيولة لانه انت مانتك حتى توظيف انترك تحتامد أنه راح يجوك عيباد مغفالين ولا ناس طماعين ولا ناس جاهلين لهذه الطريقة هذا ما كان وكين الواد الصادق مثلا يعني اللي يعرف الحكاية انتاعهم ملاحي فهمش راني يقولك كان يقول لك أعطيني دراهم ولا أعطيني طنوبيل ولا عقار ولا ذهب ولا اي حاجة على 45 يوم مرة وحتدي دراهم الفايدان تاعك ومبعد مع الوقت ولا يقول لك شهرين ومبعد ولا يقول ثلاثة شهور ومبعد ولا يقول ستة شهور ومبعد وصل وين حتى يقول لك عام علش يبقى يبعد في هذه المدة لانه بدأوا ينقصوا له العملاء جدد كين ناس بدأت تشك وكينقدموا ويقولوا الواطنين الأصل تاع دراهمنا وما لا الأموال السائلة لانتاعوا ولا تمكيش بزاف يبقى يستنى يجو ناس اجدد عملاء اجدد كي يطولوا دراهم باش يبدأ يخلص القدم عليها تجيليه يقول لك خلاص يعاود يكتب لك ورقة واحد اخرى يقول لك على 45 يوم يعاودوا لي لينا مازال ما دخلونا دراهم وما عنده حتى استثمار ولا هو يستنى على ناس واحد اخرين يطمعوا يجو يحطوا دراهم وماذا ما كان والوعد الصادق لماذا سقوط متاعه كان سريع هذا الطريقة تاع الاحتيال كي تكونوا عارفين كان بعض الأشخاص قاموا بها مدة سنوات لم يكن لفاق لهم الوعد الصادق بالخفطاح الحاجة الأولى لانه ما كانش معروف باللي عنده مؤسسة كيما الخاليفة والله الناس تبدأ تطرح فيه تساؤلات الخاليفة يعني إلا المختصين اللي كانت عن شوكوك يقول لك هذي اسعار الفائدة كانت 16% والأثمانتاش بالمية مرتفعة والأجور الخدامين مرتفعة والأجور مثل الأسطول مرتفعة جدا ولكن ناس الشعب العدي كان يشوفه كإنسان ناجح ولكن الوعد الصادق الحاجة الأولى كما قلنا الناس ما كانش عارفاته فشراوي استثمر وهكذا في الشارع يتبادل مع الناس في المكتب هذي الحاجة الأولى الحاجة الثانية كان يقبل كل حاجة كان يقبل فيلا يقبل التراب يقبل كل حاجة كان أمور صعيبة باش ترجحها أموال سائلة مشي سهلة وتقدر تخسر فيها بزاف ليتعامل غير في الدراهم ولا في الذهب ولا ما يخسرش علاش لأنه راح يديد دراهم ويعاب ديادك دراهم صح مثلا هذي يدي عقار يقدر العقار هذك ما يتباعلوش طونوبيلات تقدر ما يتباعلوش ولا تحمتها لم في السوق ولا ما يطي لهاش تقييم مليح ثم نوعا ما بالخف سيبدأ التفتح هذي أخوتي عاملية احتيال اللي قام بها الوعد السادق ببساطة على الشرح ركزنا على الوعد السادق ومشي الخالفة الخالفة هي نفس الفكرة هي هارمبونزي وبنفس الطريقة ولكن الفرق أنه الوعد السادق كان بطريقة يعني غير شرعية في المكتب انتعو شفنا حتى السلوطات ما قدرش تدخل لأنه شفت مثلا البروكيرور قال للناس تحملوا مسؤوليتكم اللي يجي يتعامل معه يعني يتحمل مسؤوليته ما تقدرش ولا ما كاش أجهزات على رقابة سيدي يقول لك راني ينشرين ونبيع هي من المفروض يتم الاحتقال متاعه يعني في الوقت ولكن ما كاش أجهزات على رقابة هينك بينها ولكن كما الخالفة لا لا الخالفة رو عنده بنك وأكبر مؤسسة تخضع للرقابة يعني في كل دول تالعالم هي البونوك البونوك والبورصة باش تكونوا عارفين ما راهيش هاملة ولا كاين أجهزات على رقابة قوية جدا خاصة مثلا البنك يراقبوا بزاف البنك المركزي إذا كانت كاينة أي شبع أي شبع يعني للفاسد يلزم يدير تحقيقه أيضا البنك عنده رقابة خارجية كل عام عنده كوميسيرو كونت يدير له يعني تدقيق للحسابات وعلى هي يلزم يكون كاين تواطئ يلزم يكون كاين تواطئ يلزم يكون كاين تواطئ وما لو شراء الخالفة كان يمد من نسبة تفائدة كبيرة بزاف سبعتاش ثمانتاش بالمئة رجال الأعمال كامل راحوا حتود راهم ثم المؤسسات العمومية كاملة راحوا حتود راهم ثم حتى كاين مؤسسات خاصة حتود راهم ثم وهذاك الأموال تدقول له ربما راح يعود يمدهم للناس في شكل قروض هو كان يمد قروض ولكن مشي هذا كوى المصدر ثروان تاعه المصدر ثروان تاعه أنه أنت تروح تحط عنده مليارات يقولك مثلا نسبة تاع الفائدة 16 بالمئة ولا مدة سبع سنوات باش تددي الأصل نتاع الأموال تاعك وكل عام تروح تددي الفائدة هكذا يخدمه في البونوك في البنك مثلا أنا نجي نحط مية مليون نسبة تاع الفائدة سبعة بالمئة كل عام راح نرفضي سبعة بالمئة كي تخلاص المدة الآخرة استهلاك يعني تاع القرض نعود نسترجاع كامل المبلغ انتاعي والفائدة هذيك وما لا نسوش الدار حطوا دراهم عنده بزاف هو العملاء القدم يخلصهم بالدراهم تاع العملاء اجدد هذا ما كان وهذا العملية ما كانش غير في تزاير صارت في بزاف يعني بولدان صارت في مصار صارت في الدول الأوروبية أكبر عملية احتيال في التاريخ لا ربما صارت بهذه الطريقة او كانت في بورسة وولد ستريت اللي قام بها اسموه بيرنارد مادوف كان بعض الأشخاص كام يسموهاش مثلا هارمبونزي يسموها طريقة تاع مادو هذا مادو روشكندير كان عنده صندوق تاع استثمار في البورسة تاع وولد ستريت هاكم عارفين باللي السنادق الاستثماري هذي كيف يشتخدم انه واحد زا ما يكون يعرف يتعامل وانتج يتحطي عنده دراها تجيه كشاركة ولا رجال أعمال ولا تقول له هاك سير للأموال تاعي خاصة في الدول الأوروبية ولا في أمريكا ولا الناس الأموال تاع تقاعد انتحهم ميحبوش يخلوهم هكذاك ولكن يوظفهم في البورسة ولا في البونوك ايه الناس في شركة كامل تطيله الأموال ليه يوظفهم لهم معروف زا ما باللي ما يخسرش سيد هذا في البورسة وصلت عملية على الاحتيال الى 50 مليار دولار او لك اللي يقول لك 65 مليار دولار دامت تقريبا واحد للخمستاش ولا عشرين سنة ما كانش اللي يفاقلوه بو ما نقولوش ما كانش اللي يفاقلوه كما قلنا اذا كانت في اطار مؤسسات تعرف بلي كين تواطئ هو كان يمد راشاوه كل ميجوا مراقبين تع البورسة هذا كلام مثلا تع الاف بي ولا يشكوا فيه يبدوا يديروا تحقيقات ثم بعد هذه القضية حتى تحبس ويكتب فاقولو فاقولو في الالفين وثمانية علش في الالفين وثمانية فاقولو لان كل المستثمرين خسروا في الالفين وثمانية ما كاش واحد يعني في امريكا ولا في اوروبا مخسرش صرات الازمة العالمية الا هو نزاد عليها شوية دقات الاسهم انتاعه وطلعه مخسرش ثم يعني كامل شكوه كيفاش سيد هذا البورسة تع العالم كامل هبطة وازمة عالمية وانهيار كلش في الحمر غير انتاعه هو في الخضر ثم يعني فتحوا تحقيق من جهات من جهات عليا ولا شكوه قد تزيد ولا بعد اكتشفوا العملية الاحتيال والتي احترف بها وشرحها لهم وكذا نورمال في الالفين وتسعاشر علو حكموا لهم مية وخمسين سناسي ما زال يعني لحد الان كانوا يعاونوا الابناء انتاعه والزوجة انتاعه وكذا حكموا لهم براءة باش تكونوا عارفين باللي القاسم المشترك بين هذه العملية الاحتيال كامل تكون عندهم عملية خيرية بزاف يخدموا العقارب انتاعهم ويطهروا فيهم وكيف كيف يديروا عملية خيرية ولو كان تروحوا تشوفوا مثلا الخالفة ولا كان يدير بزاف عملية خيرية علاش باش يجذب بالانتيبة وكاين الناس تسكتاليه الوعدة الصادق كيف 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 كاين بزاف الناس يسكنوا في قصر البخاري وكذا يقول لك جيران وفاميلت وكذا كامل تهلا فيهم وكامل داروا دراعه هذه هي يعني اخبتي الفيديو داع اليوم كما قلنا ونعودوه هذه مجرد شرح باش من نوع جاي لا ربما تسمع بهذه الحكاية ولا ما يديك اشتماع دايما تعرف باللي في الاقتصاد النسبة على الفائدة يجب تكون معقولة اذا جاء واحد يقول لك اعطيني دراعها ونخدمهم ولا ونعطيك 40% ولا 50% ولا اعرف باللي يعني فيها وهي تقريبا تشبه الحكاية على التسويق الشبكي ولا التسويق الهارمي اللي راني نشوفه فيها مثلا من ذاك بعض الاشخاص ينشروها بزاف في الفيسبوك ولا في الواتساب ولا انا من ذاك حتي يجوني الميساج كاش خطرها يعني نعودو نشرحها من لي هذه الحكاية تعال تسويق الشبكي هي تتشبه ولكن مشي نفسها 100% هذا هو الفيديو خابتي تعليو مع الله خاركي العداء اشتركوا في القناة تفعلوا الجارس باش يوصلكم جديد اشتركوا في القناة السلام عليكم